كيف تكري حضرتك مجتمع الستينيات في مصر؟ كان يعني يحمل كثير من التحرر؟ زي احنا كنا خلف أبواب مغلقة يعني السحية اللي قابلينا كانوا أكتر وأكتر خلف اللي هما المشربيات يعني لكن الحقيقة من ساعة المساق الوطني اللي هو تفتح كل أبواب في بداية الستينيات مع جمال عبد الناصر ساعة الستين مساق الوطني كانت الستين تفتح كل الأبواب وتدخل مرأة في كل المجالات من المجالات دي كان ايه؟ التلفزيون المصري عزي الله دخلنا ما كانش فيه حاجة اسمه أن امرأة تشتغل بالإخراج كان فيه محاولات في السينما يعني كان في التلاتينات كان فيه عزيزة أمير في الأربعينات أو الخمسينات كان فيه نص فيلم المجدة ما كملتوش يعني